مع اختراب موعد تعديل أسعار المحروقات لشهر أيلولا المقبل والذي تستند فيها الحكومة لمعدل أسعار النفط والمشتقات النفطية على مدى 30 يوما تسبق تاريخ تعديل الأسعار قال خبير الطاقة والثروة المعدنية فهد الفيز إن أسعار المحروقات للشهر المقبل يفترض أن تشهد تثبيتا أو انخفاضا بنسب تتراوح بين 1 إلى 1.5% استنادا إلى تغيرات أسعار المشتقات النفطية والنفط والتي شهدت استقرارا نسبيا في حين أبدى مواطنون حالة من عدم التفاؤل بشأن توجه الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل وقالوا إن الحكومة سترفع الأسعار في حين أن أصحاب محطات المحروقات توقعوا أن تخفض الحكومة الأسعار استنادا لتغيير الأسعار العالمية الاعتقاد الذي ظاهر أنه فيه تخفيض على المحروقات السبب سيد الكريم هو هبط الأسعار عالميا نحن نتابع كأصحابين محطات محروقات الأسعار العالمية والآن الأسعار هي فيه هبوط هناك ارتفاع الشهر الجاي ارتفاع أكيد مية من المية لأنه لا أحد يفهم كيف تسعيرها كيف ينزلوها كيف يطلعوها ليس فيها ميد ارتفاع لأنه معروف هاي اللي بدأت كل شيء ارتفاع فيها ليس شيء خفاض إن شاء الله نتوقع أنه نزول لأنه المرة الماضية ارتفع وسيرتفع لازم ينزل والناس ضجته وما يكلها والناس لازم ينزل المرة إن شاء الله غير ينزل ولا توقعاتي أنه رد يرتفع ما راح ينرد ينزل المحروقات بشكل عام الأسباب يعني الوضع الاقتصادي الوضع البلد كامل يعني هو جزء الوضع عالمي لكن يعني الحكومة كمان عندنا مش مراعي ظروف المواطنية نهائيا نتوقع نزول أسعار المحروقات في الفترة القادمة إن شاء الله لسبب نزول أسعار النفط عالميا